تحياتي وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحقيقة إن شاء الله رب تكونوا بألف خير وصحة وصحيح حقيقة جدا كتيرة معنا النهاردة في الحقيقة بدايتها تكون من تقرير نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي والإشادة بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وغيرها من النشاطات المهمة كمان هنتكلم عن التنمية في الصعيد اللي أصبح صاحب النصيب الأكبر في اهتمام الحياة الكريمة اللي زي ما احنا قلنا كده تعتبر يعني من أولويات الدولة المصرية كمان في الفقرة الرئيسية النهاردة هنترح فيها سؤال مهم جدا هو لماذا تستهدف مصر بالشائعات هيكون محور الحديث مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير السياسة الدولية خلونا كده نبدأ الحلقة ونقول بسم الله اشتركوا في القناة الحقيقة الأولى اللي معانا النهاردة هي النشاط المتنوع اللي قام بي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ باستقبال لرئيسة مجلس نواب البحرين فوزية بنت عبد الله والرئيس كمان أكد خلال اللقاء على موقف مصر والالتزام الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج خلونا نشوف التقرير ونرجع تاني لحضرت استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أرحب برئيسة مجلس النواب البحرينية طالبا سيادته النقل تحيات إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومشيدا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهة النظر والرؤى تجاه كافة القضايا مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير تعاون الوثيق والمتميز بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة ومشددا على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج من جانبها نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى السيد الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات وحرص البحرين على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات ومشيدة في هذا الإطار بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر في كل ركن منها الأمر الذي يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل السيد الرئيس كما ثمنت رئيسة مجلس النواب البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مؤكدة أن قوة مصر من قوة كافة الدول العربية ومشيدة بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لسيما على المستوى البرلمانية فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء أركان حرب مختار عبداللطيف مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانية واللواء مجد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والدكتور وليد محرز بهيئة المواد النووية والدكتور مجد السيد المدير التنفيذي لشركة اللقاحات ميفاك الاجتماع تناول استعراض جهود تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء في مصر وقد تم في هذا الإطار استعراض خريطة المعادن الاقتصادية المختلفة المتواجدة على مستوى الجمهورية في الرمال السوداء فضلا عن تطبيقاتها الصناعية المتنوعة إلى جانب استعراض مختلف المشروعات التي تطلع بها الشركة المصرية للرمال السوداء في هذا الصدد بشراكة مع الخبرة الأجنبية وكذا الجدوى الاقتصادية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات والتجارب الدولية المماثلة وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في كافة تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء وحوكمت كافة جوانبه سعيا نحو تحقيق الهدف الأساسي من اكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها على جانب آخر شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية وقد تم في هذا الإطار عرض خارطة سوق الإنتاج الحيواني في مصر والجهات المنتجة للأمصال واللقاحات بالإضافة إلى الشكل العام المقترح للشاركة مع القطاع الخاص في هذا الصدد وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في توطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية في مصر بشكل متكامل الجوانب وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوفير الحماية المستمرة للثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية فضلا عن امتلاك القدرة في هذا المجال والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من فترة كده قلنا لحضراتكو أن الانتقال الوزاري لمعظم الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة هيتم خلال ست شهور الست شهور دورت هيبدأوا من بداية ديسمبر أو خلال شهر ديسمبر الحقيقة ده تم ليه بقى؟ لأن النهاردة كان أول اجتماع للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اللي أكد أن اللي اتحقق النهاردة بيسجل كإنجاز يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية طيب إيه هي أهم تصريحات رئيس الوزراء هنشوفها في العرض اللي جاي ونرجع تاني لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في فخر شديد جدا لما نيجي نتكلم عن صعيد مصر افتكر كويس جدا من شوية سنين فاتت لما كنا نفتح كده الجرائد أيام ما كان يعني لسه ما كانش بقى المواقع الإلكترونية في الإعلام الإلكتروني الجديد ما كنت كده تتصفح الأخبار في الجرائد الورقية زمان كنت بتحس كده أن الصعيد لما يتم الإشارة إليه كان بيتم الإشارة إليه في محورين محور الفخر بالهوية الصعيدية وبأهلنا في الصعيد اللي هو كثقافة نفسها أو أن احنا نشوف نقاط الضعف اللي كانت تبقى موجودة فيه الصعيد من بنية تحتية وانعدمها من فقر من قرى أكثر احتياجا من أشياء كثيرة جدا كنا ممكن نلاقيها باستمرار لما يسكر الصعيد كمنطقة جغرافية لكن الحاجة الوحيدة اللي كنا دايما وبنفضل فخرين بيها أن الصعيدة فيه ثقافة وهوية خاصة جدا موجودة منذ التاريخ زي ما بنقول لكن بنية تحتية ونقاط ضعف دي كانت موجودة في من سنين مش بعيدة قوي على فكرة بدأنا أن احنا نتكلم وبدأت مصر تركز في المحور ده بشكل أساسي وحياة كريمة ساعدت كمان في أن الصعيد يكون لها النصيب الأكبر من التطوير خاصة في القرى الأكثر احتياجا طيب الواقع بيقول إيه أو الحقائق بتقول إيه بتقول أن هذه المنطقة الجغرافية بتشهد تنمية غير مشهودة اهتمام كبير جدا ليه الصعيد وبأهالي الصعيد طيب لو احنا تكلمنا عن الجانب مثلا الطبي وأي حد الصعيدي يعارف كويس قوي أن الجانب الطبي كان فيه نقاط ضعف كتير جدا طيب إيه اللي بيحصل على أرض الواقع اللي بيحصل على أرض الواقع أن فيه بروتوكولات بتتم بين جامعات الصعيد وبعضها لتأهيل كوادر طبية قادرة على العمل وفقا لسوق العمل وكمان بيبقى فيه تطوير فيه المنظومة الصحية اللي موجودة في صعيد مصر لو هناخد مثلا على سبيل المثال للحصر محافظة الأقصر دكتور إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر معنا دلوقتي على التليفون عشان يقدر يكلمنا أكتر ويدينا تفاصيل أكتر عن الرعاية الصحية اللي موجودة في محافظة الأقصر في جنوب صعيد مصر دكتور إسماعيل تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك برحب بحضرتك فندم وتحياتي برحب بجميع السادة المشاهدة ايه اللي بيحصل فيه الأقصر تحديدا في الرعاية الصحية؟ احنا الحمد لله محافظة لوتر دي تعتبر تاني محافظة دخلت من مشروع التامين الصحي الشامل تتبع هيئة الرعاية الصحية احنا المحافظة بعد محافظة تورسائية احنا المحافظة هنا عندنا ضمت تطوير وإنشاء 59 واحدة ومركز وست مستشفيات تم تشغيل الحمد لله لحد الآن خمس مستشفيات ودخل التشغيل اللي احنا شرفنا مبارح بافتتاح بخامة رئيس الجمهورية المستشفيتين منهم في الافتاحات وفي الافتاحات الرئاسية احنا شغلنا خمس مستشفيات في المحافظة و49 واحدة ومركز نغطي الخدمات الطبية في جميع المحافظة الحمد لله ايه اهم البرامج اللي موجودة يعني وبتشتمل عليها الرعاية الصحية لأهالينا في الأقصر احنا نفتحنا مستشفيات زي ما حضرتك متعادلات تخصص ومستشفيات متخصصة زي مبارح احنا نفتحنا مستشفى الافتاح التخصصي مستشفى الافتاح التخصصي دي اول مستشفى الافتاح على مستشفى الصعيد سبع وزار الصحة بتكلفة 750 مليون جنيه المستشفى لقوة سريرية 112 سرير 42 سرير داخلي و4 للتحضير و5 للإفاقة و26 سرير دعاية و15 للتجزال وطوارئ و5 ورف عمليات وبتقدم عيادات خصة عيادات خارجية للبطنة وطب الأفطال وطب العظام والعلاج الطبيعي وامراض الدم والامراض الورثية ايضا المحافظة تضم مستشفى تخصصية اخرى مستشفى النساء والتوليد في صعيد مصر بسكلفة 410 مليون جنيه المستشفى برضو 70 سرير من 28 سرير داخلي و10 سرائل عام مركزة و26 مكاني من المستشفى الكلوي وبتضم أقسام الحضانات والمستشفى 30 حضانة بلضافة المستشفى التخصص بتضم جميع الأقسام الجراحية والجراحات الضقيفة والمتطورة بخدمة أهالينا في المحافظة كلها ده شيء عظيم جدا الكلام ده بقيله قد ايه فاند؟ احنا الحمد لله فيدينا تشغيل رسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في المحافظة في شهر 7 اللي فات وحد 7 اللي فات والحد الآن الحمد لله المنظومة عدد سكان المحافظة مليون وفتسمئة ألف نسمة تدخل تسجيل مليون وفتسابعين ألف مواطن تسجيله داخل المنظومة بيتمسعه بجميع الخدمات الطبية من الرعاية الأولية وخدمات طب الأسرة لحد أكبر العمليات الجراحية في جميع تطورات وبأعلى خدمة وأعلى جودة في الستدخلات الطبية الكلام ده خلال خمس شهور فقط من شهر 7 اللي فات نحن الحمد لله بكترينا بشهر 7 وأن الحمد لله الأمور ماشي بكتبات سريعة في المحافظة هل في وعي من قبل هلينة في الأقصر بالتسجيل لهذه المنظومة وفي نفس الوقت التمتع بخدمتها والاستجابة برضو أخبارها إيه هل حضراتكم بتستمعوا لردود الأفعال لو في بعض الشكاوى منهم أو في بعض المقترحات المفترض تكون موجودة عشان هم عارفين احتياجاتهم الأكتر إيه يعني بيحصل نوع من أنواع التواصل معهم؟ احنا الحمد لله على الأرض مع المواصلين مع المنتفعين احنا انشأنا إدارة اسمها إدارة رضا المنتفعين المتافع شخصية من رئاسة الهيئة قاس الدكتور رحمة السبكة رئيس مجلسة دارة الهيئة الرئيس الصحية احنا بندور عن المتافع احنا بنروح له بنسأله عن مشاكله احنا فعلا غيرنا النظام الصحي كله عشان ده تطوير وخدمة أكثر وجودة أكثر لأهالينا بنسابع كل التحديات اللي قدامنا وبنسهلها للناس وان شاء الله تبقى صافة وقوة كبيرة لتغيير النظام الصحي في مصر النقطة الأخيرة مع حضرتك يا دكتور إسماعيل التواصل ما بين حضرتكم وما بين جامعات الصعيد يعني ايه شكل التعاون أو التنسيق ما بينكم؟ الحمد لله تبقى عملت كل ما بين نهاية رعاية الصحية بلقصر وجامعة أسيوك وأيضا جامعة أطوام لإضافة الكوادر الصبية وجامعة لقصر لإضافة الكوادر الصبية وإضافة التعليم والتدريب للطواقم الصبية على جميع الخدمات الصبية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بلقصر على كل هذه الإضاحات والتفاصيل مازلنا في صعيد مصر والحقيقة احنا هنفضل فيه شوية كده كتير عشان لازم نديله الحق اللي يستهله النصيب الأكبر في حياة كريمة هو الصعيد أكتر من 96% ما يقارب يعني تحديدا رئيس آل مبارح 96.8 من 100% يعني ما يقارب 97% القرى اللي موجودة في أو مندرجة في مبادرة حياة كريمة ده طبعا ندل على شيء بيدل إن مصر وعي جدا 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 بضرورة الاهتمام بالصعيد وبأهلين في الصعيد وبيلغي فكرة الصعيد بعيد زي ما كان زمان إن الصعيد ده في حتة وإحنا في حتة بمعنى إن أي حد عايز زي ما كنت بقول لحضراتكم برحوة هنكرر تاني أي حد حتى بيتخرج أو عايز إن هو يبدأ مستقبله أو إن هو بيطمح منه هو صغير هيروح فين؟ كان يقول لك أنا هسافر القاهرة أو الجيزة أو المناطق اللي فيها تطور فقط لكن إحنا عندنا في الصعيد لو فضلت فيه عمري ما هنجح زي ما هسافر لأي محافظة تانية فيها الاهتمام ده لكن دلوقتي الصعيد فعلا بدأ يبقى فيه أولوية كبيرة جدا من مصر يبقى فيه المسواة والتقدير اللي لازم يكون أنت صعيدي يبقى لازم تعيش جنب بيتك وأهلك ويبقى فيه فرصة عمل ويبقى فيه أكل عيش ده من حقك دي أبجديات الحقوق اللي لازم تكون موجودة لأي مواطن مصري الحقيقي أيا كان هو فيه لكن فكرة إن إحنا نكون طردين يعني للسكان أو إن إحنا الصعيدي متاخد عنه فكرة إنه هو طارد لأهله عشان يقدروا إنه هم يتوجبوا مع الحياة الكلام ده مع سنين مش فيهم وليلا طبعا لكن مع التركيز ومع الاستراتيجية لمصر حطاها بجد الموضوع ده هيتغير كتير مهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق معنا دلوقتي على تريفون مهندس طارق تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا مهندس طارق تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك بتكلفة وصلت 45 مليار جنيه بيستفيد منها 4 ملايين مواطن صعيدي وتسع مليارات جنيه لمحافظة لأسر وتلاتة وعشرين مليار للمينيا يعني الأرقام دي برضو دلالتها على أرض الواقع إيه أو تنفذها وصل لحد فيه أولا يا فندم هي النهاردة الاهتمام بمحافظات السعيد أو الواجهة الإبلي ده من ضمن الأولويات اللي وضعها في حكومة على الأجندة بتاعها وده بتوجيه من فقامة الرئيس حضرتك النهاردة باكتا هنقول رقمين مصاد جدا نقارن نحن كنا فين في 2014 وبقينا فين في 2021 عشان أهلين على مستوى الجمهورية وعارفين الدولة قد يهتمم بالسعيد وصرف في استثمار قد ايه في قطاع واحد من ضمن اقتطاعات بالوقت عن مياه الشرب والصرف الصحي لحضرتك لنا في 2014 كانت نسبة تغطية في مياه الشرب 85% من سكان محافظات الواجه الإبلي قدرنا ننفع النسبة دي حضرتك إلى 97-10% من السكان بتنفيذ ما يكون 199 مشروع مياه شرب بطاقة 1.4 مليون متر مكعب في اليوم وبتكلفة 15.7 مليار جنيه قطاع واحد دي مياه شرب نفذنا فيه مشروعات بتكلفة 15.7 مليار جنيه باقي النسبة اللي هي من 97-10% إلى 100% دي حضرتك هتقدم ضمن مدرسة حقيقة كريمة لان احنا حضرتك ما عندناش لا مدينة ولا قرية ولا ناجة ما عندناش مليار شرب لكن عندنا اطراف الشبكات في القرى والنجوع اللي كانت خارج الحيزة العمراني ودخلت الحيزة العمراني هي دي ما فيهاش فعلا شبكات لم يكن شرب هنعمل لها مد وتدائم حضرتك برضو 20-30 مزدقية مع اهلينا اللي بيشاهدونا لحضرتك النسبة 97-10% دي منها مناطق مغزابة كميات غير كافية يعني تنصلها المية 10 أو 12 أو 14 تاعة في اليوم وباقي اليوم ما عندناش مية المبادرة هتنافق محطات مياه جديدة 36 محطات مياه جديدة ما بين انشاء جديد أو توسعات لخدمة اهلينا في مناطق مغزابة كميات غير كافية حتى تنصلهم المية إلى 100% كلنا عارفين وكانت فيه تأكيد من فخانة الرئيس في كل اللقاء بيكلم به على اهمية المية وعلى اسمام المية لان دا موضوع مهم جدا نتيجة الزيادة السكانية اللي احنا فيها على الرغم من سباب 6-30 نهاري بنيل اللي هي 55 مليار هذه النهاردة احنا حضرتك الاول كنا بننفذ مشروعات بارتصحي كنا بننفذ سهلا بس كان دور الدولة أو اسمام الدولة ان احنا حضرتك نتخلص من مياه بارتصحة دي كنا بنرميها بأخوار في الصحرق بعد 2014 نتيجة استراتيجية مع وزارة المعارض المائية والرأي لان احنا غيرنا النفهوم باقدر نستميه لاختقدام الآمن للمياه المعالجة وفقا للمعايير والتراصات العالمية عشان اعظم الاستسادة من كل قطر الماء موجودة حضرتك النهاردة كانت 26 تغطية في طعيب حصر كان 22.2% في 2014 نتيجة تنفيذ ربعانقية 46 مشروع في الصرف الصحي بطاقة 1.8 مليون متر ومكاعد مليون قدرنا نرفع نزل بالتغطية الى 33.3% من سكان محمد الواجه الاملي يعني ضاعتنا ما يقرب من نصف 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 السكان على مدار الوقود الماضية قدرنا نضعفه حضرتك في سبع سنوات فقط حضرتك النهاردة زي ما فقمت الرئيس قال احنا عاوزين نحافظ على كل بقصة مية ونتستخدامها مرة واثنين وثلاثة حضرتك احنا النهاردة بدأنا ببرنامج طموح لأعادل استخدام المياه المعالجة بمعالجتها سنائيا وثلاثيا كان فيه اهتمام بحامة الرئيس الأول بدأنا نبدأ البرنامج ده في محافظات الوجه القبلي ما عندنا ستتين محطة هكون نبن نفسهم في الوجه القبلي ومية ستة واربان محطة في الوجه البحري ستتين محطة الحمد لله في الوجه القبلي خلصهم ومنهم بعض المحطات وفستانة حتمبارح مشتغلت في بعض المحطات خلصة وحضرتك النهاردة جاير ربط الشبكات على هذين محطات دي الاستسادة منها دول حضرتك منهم اثنين وعشرين محطة معالجة ثلاثية وثمانين وعشرين محطة معالجة ثلاثية دول حضرتك هيعالجوا طاقة يوميا واحد وثلاثة من عشرة مليون طيب انا اللي فهمته من حضرتك يعني وبشكرك طبعا على سرد المعلومات ولكن الاهم يعني المشروعات اللي خلصت الاهالي هل في قياس للرأي ليهم او الاستجابة ليهم او ان هم ايه اللي فرق في حياتهم قبل وبعد اللي فرق في حياتهم أولا في مياه الشرب كان عندي مواطن ما عندهوش مياه شرب كان عندي حضرتك النارزة 15% من سكان الفقيد مكانش عدوم مياه شرب بتاعلم ده ما بتكلمش عن ناس عددها المياه بتيجي 10 ساعات مرتقطة لا ده كان في 15% من السكان ما عندهوش مياه شرب بتاعلم قدرت نوصل من نرفع من 85% ل 97% فتوتنا حوالي 12-16% من السكان دخلناهم الخدمة او دخلناهم خدمة مياه شرب ده حضرتك النارزة بدأ المكان بيسترر في احتياجاته عن طريق بعض الضلوبات او بين المياه من مكان معين لأن حضرتك عنده خدمة متوفرة قامت بها الدولة حضرتك المواطنة النهاردة كنا اهلين في الصعيد هلتعلام يا فندم لفقاة 2015 كان نزل تغطية القرى في بعض المحافظات الصعيد 3% و 7% لما ارفع النزمة الإجمالية للصرف الصحي 33% و 13% ده خدمة أكاسية كلنا عاركين من القرية او المدينة اللي كانت في صرف صحي لما بتنزل فيها الأمطار بيكونوا كمالعات لها ونخذها في المطابق بتاعنا ونعالج هذه المياه فبتبدأ الأرض تتشاب بسرعة القرى اللي كانت في صرف صحي ده حضرتك بتعاني معاناك كبيرة جدا نتيجة سطول الأمطار بزدفك كنوات الأسيرة بكثابها الأرض سؤطيرة جدا الهال ما فشت نقل من مكان لمكان فده حضرتك ده تسبب رضا عند المواطن انه النهاردة اتحول بدل ما كان عايش في قرية اجبع بالخافر او بالنجل لا ده في قرية اجبع بالمدينة عنده خدمات موجودة عنده خدمات مياه شرب عنده خدمات الصرف الصحي إلى جانب بقى المشروعات الكبيرة لنأتيهم بضعة حياة كريمة وكان فيه رضا كبير جدا من أهالي القرى اللي كانوا محروبين من خدمات مياه شرب او خدمات الصرف الصحي لأن وكان فاندم الميزة اللي فيهم ان هم حدثوا ان الدولة راح تدهم يا فاندم ان هذا حدثت النهاردة كان المواطن ده يعني مكانش حد يمس محصوله في الطايد كان النهاردة قاعد ما عندهش لخدمة مياه شرب ولا صرف الصحي لما لقى الدولة هي اللي راح تدهم نفسها بدأت تعمل هذه المشروعات بقى فيه ثقة بين المواطن والحكومة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس طارئ الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق على هذه المعلومات مصر هتستضيف الدورة الاثناشر للمنتدى الحضر العالمي وده صرح به سفير مصر لدى كينيا السفير خالد الأبيض عايزين نعرف تاريخ المنتدى دا ايه وإيه اهتماماته وأهميته وإيه اللي هيوضاف لمصر من خلاله في العرض اللي جاي ومنه نطلع فاصل ونرجع بقى لفقرتنا اشتركوا في القناة 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 في بيئة شغله ولما نيجي نتكلم عن الأسرة مثلا هنلاقي عنصر كده خارجي جاي مثلا يزن على ودان أفراد الأسرة مثلا أنت المفترض مراتك تعمل لك كذا وكذا وكذا هي ما بتعملوش لي أو مثلا الأب يجي مثلا الأبن صحابه يقول له على فكرة باباك المفترض يعمل لك كذا وكذا وكذا أو الزوجة المفترض جوزك يوفر لك كذا وكذا 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 وما فيش أي مشكلة أو كذلك الأفراد نفسهم فيه انسجام ومع ذلك نلاقي أن فيه عنصر مؤذي سواء بقى كان يعني خارجي بقى نفسه خبيثة أيا كان التصنيف إيه يبدأ أنه هو يعمل خلل في الأسرة دي وكذلك مثلا في الشغل أو في أي حتى مجتمع صغير احنا بنعيش فيه تخيلوا بقى أن المثال ده هو هو بنفس الخطوات بنفس المحاور بيحصل في مصر في بلدنا تلاقي فيه عناصر كده خارجية داخلة عمالة بس روح كده سلبية وضرب معنويات وسمعنا قبل كده وتكلمنا قبل كده في المصطلح ده عشان حضرتك تفقد الثقة ما بينك وما بين الدولة نفسها فيحصل نوع من أنواع الأفلة أو عدم الثقة ولما نيجي نعمل سيرش بسيط جدا أو بحث كده آه طبعا احنا عارفين أن الإشاعات هي نوع أو الأسليب الجديدة اللي في الحروب الجديدة سواء بقى جيل رابع أو جيل خامس من الحروب اللي هي بقى المواقع الإلكترونية والكلام ده كله بس هل حضرتك يعني شفت حجم إشاعات بتحصل في دولة من دول العالم زي مصر ده سؤال يعني برضو محتاجين أن احنا نجاوب عليه ليه بلدنا تحديدا هي اللي فيها كم إشاعات ونوعية الإشاعات نفسها بتبقى لها علاقة بحياة المواطن المعيشية عشان يحس بقصور من قبل دولته ويدرب الانتماء ويدرب الثقة والمعنويات الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجلد السياسة الدولية اللي بيشرفنا النهاردة وبينورنا هنتكلم عن القضية دي حضرتك منورنا مشرفنا في بداية الفقرة وعايزين نتكلم في الموضوع مش عارف حضرتك تتفق معايا ولا تختلف في المقدمة دي بس احنا عايزين نتكلم في فكرة ضرب الوعي وضرب النفسية والمعنويات عشان يحصل خلل نفسي وبالتالي ما يكونش فيه ثقة ما بين الدولة وما بين الشعب الأول اسمحي ليشكر حضرتك على هذا التقديم الثري جدا الواعي جدا بأبعاد الموضوع اللي هننقشه والموضوع الحقيقة مرتبط بمجموعة من الأطر المتشابكة يعني لو بنتكلم على الدولة المصرية واستهدافها بكل هذا الكم من الشائعات اللي بتعتبر أحد أدوات الجيل الرابع أو الخامس من الحروب ده لازم يأخذنا على طول إلى استخدام نظرية المؤامرة في تبسير الأحداث ليه الدولة المصرية مستهدفة بكل هذا الكم من الشائعات في مثل هذا التوقيت وعلى مدار فترة زمنية لم تنقطع يعني أنت بتقولي أن من أحداث يناير 2011 لغاية النهاردة الأرض المصرية دائما ساخنة الأرض المصرية دائما بها كم من الشائعات اللي بتتراوح من المستوى الشخصي إلى المستوى المجتمعي القصة دي علشان نقدر نفهمها لازم نقف على مجموعة حاجات الأمر الأول هي إيه قصة الوعي؟ الوعي ده عبارة عن إيه؟ الوعي ده عبارة عن تراكم مجموعة من الخبرات والمواقف بشأن قضايا مجتمعية أو قضايا اقتصادية أو قضايا سياسية تخص المجتمع ده بالتحديد ومن ثم بتتكون قناعات عند أفراد هذا المجتمع تجاه هذه القضايا بتشكل وعيهم في النهاية تجاه مجتمعهم تجاه زواتهم الشخصية وتجاه المجتمعات الأخرى اللي بيعمل هذا العمل اللي بيطلق عليهم أهل الشرف كتير من الأحيان بيستخدموا مجموعة من الأدوات لازم يتوافر معها أنا بسميه المربع الزهبي في مربع الزهبي في مدبر أو مخطط في وكيل على الأرض بينفذ في أطراف قابلين للانسياق لهذه الأمور وفي دولة بتساعد نتيجة ظروف معينة أن هي تسمح بنمو هذه الشائعات لما بتبصي على الدولة مصرية ساعة 2011 المربع الزهبي ده انطبق عليها بالكامل كم من الشائعات غير عادي سواء قبل 2011 أو أثناء فترة 2011 أو ما بعد 2011 تزامن معا وجود مجموعة من الرموز اللي كانت بتشكل في هذا التوقيت النخبة اللي كانت بتطلع تتحدث بمفاهيم ولغة دجماتية جداً ولغة محكومة جداً ولغة نظرية جداً قدروا بيها أنهم يقدموا نفسهم باعتبارهم يملكوا الحلول السحرية لكل مشاكل المجتمع وفي نفس الوقت كان فيه أفراد في المجتمع القوى البشرية العظمى في هذا التوقيت ما كانش فيه بقى مسؤولية الدولة المكون الرابع المهم أن دولة لم تهتم كثيراً بقضايا الشباب لم تهتم بقضايا المجتمع لم تهتم بلغة الأرقام لم تهتم بالتوضيح إيه اللي بيحصل في الدولة في هذا التوقيت ومن ثم كانت العملية كلها مهيئة في هذا التوقيت الحمد لله وعي المصريين كان سريع نتيجة الوعي الوعي الجمعي للمصريين عندما استوعب الأمر استطاع أنه يقوم بصورة 30 يونيو الشعبية العظيمة اللي تبنى مطالبها المؤسسة الأشرف في المنطقة العربية القوات المسلحة المصرية واللي قدرنا بها أن احنا نكسر حاجز مؤامرة على المنطقة بالكامل مش على الدولة المصرية بس انطلاقاً من النقطة دي حصل نوع من أنواع التغيير الخطة تغيير خطة استهداف المجتمع طيب نستهدف المجتمع ده ايه هم قالوا بالنص في لحظة من اللحظات احنا هنهزم الدولة دي وهنهزم المجتمع دي بحرب النقاط حرب النقاط دي بتروح أنه هو يرصد كل ما يخص المجتمع صحياً تعليمياً مناخياً حياتياً ويبتدي يتدخل به أو يتدخل من خلاله من خلال مجموعة من الشائعات اللي هو بيخترحها وبيستخدم في ده الأدوات التكنولوجية الحديثة اللي حضرتك أشارت لها الأدوات التكنولوجية دي وفرت تطبيقات على الهاتف الزكي مكنت صاحب المخطط أنه يستمر في بس كل هذه الأخبار في صورة حلقة دائرة أو دائرة مفرغة يبس الأمر على مواقع إخبارية يبس الأمر على قنوات معادية تستهدف الوطن ثم يتم اقتطاع هذه الأجزاء وإعادة بسها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيسبوك أو تويتر بحيث أنه يوصل للشريحة الأعظم من الناس بالرسالة اللي هو عايز يقولها واللي بتهدف تزييف الوعي بتاعه طيب ليه الصعيد كان ليه نصيب أكبر في الإشعاد بما أنه إحنا بنتكلم برضو عن تطور الصعيد لأنه هو من 2011 وهو كان يهدف إلى فصل الصعيد من 2011 ولما نرجع بالذكرة ولازم نقف ونصرح الناس بالحقيقة هو كان هدفه إحداث إشكاليات في النقاط الترفية بالذات للدولة المصرية سواء في الجنوب سواء في الشرق سواء في الغرب وخلينا نرجع ونفتكر أحداث الوادي الجديد نرجع نفتكر إيه اللي كان بيحصل في سينة نرجع نفتكر إيه اللي كان بيحصل في النوبة نرجع ونفتكر الأحداث المستمرة في صعيد مصر نرجع ونفتكر مخطط التأسيم اللي كان دائما بيتكلم أن مصر لازم تقسم إلى مجموعة من الدول أهمها استقطاع الصعيد منها يعني هذا مخطط مخطط دائم الثاني حاجة أنه هو يدرك أن هذا المجتمع مجتمع خزب بحكم أنه هو مجتمع لفترة طويلة جدا لم تمتد إليه يد التنمية من قبل الدولة المصرية ومجتمع غاب عنه كثيرا رؤية مسؤولين مصريين على الأرض يفتتحون مشروعات ويقومون بدور تنموي حقيقي لمستقبل هذه البقعة الغالية من الأراضي المصرية ومن ثم هو شايف أن الفرصة مناسبة ومواتية أنه هو يتوجه إلى هذا القطاع من المجتمع المصري بهذا الكم من الشائعات اللي بتستهدفه في قطاعات مختلفة جدا لاستمرار إثارته وإثارة الضغينة بداخله تجاه مؤسسات الدولة وتجاه النظام السياسي اللي بيحكم الحقيقة أن الخطاب اللي حريك بتتكلمي عليه ده اللي هو الخطاب اللي بيتم بسه على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية أو القنوات المعادلة المختلفة ليه شكل معين على فكرة هذا الخطاب هو خطاب عاطفي جدا بيعرفوا ينطقوا في العبارات التي تخاطب عاطفة المواطن في هذه المنطقة أو القطاع المستهدف من المجتمع هذا الخطاب خطاب نخبوي أحادي هذا الخطاب يتم بسه من مراكز إخبارية أو قنوات إخبارية في اتجاه واحد يعني جاي من هناك دون رد لأن المتحكم في العملية السيرانية والمتحكم في التجاه المعلوماتي الكبير جدا هو من الغرب هو اللي منشئ لهذه التطبيقات الحديثة بدليل أن حضرتك بتشوفي على التطبيقات الفيسبوك وتويتر الطيار الوطني المصري بيعاني كثيرا أنه يرد بعد ما عملوا مجموعة من المعايير المحددة لطريقة التعامل أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي هو بيقفل عليك السكة وبيسيب الفلو جاي من حتة واحدة في اتجاه معين لأنه يرغب في استمرار هذه الطريقة من أجل الشحن المستمر للمواطن على الأرض واستمرار تسخين الأرض ضد كل الأهداف الوطنية والمصلحة القومية للدولة المصرية بنيجي النقطة تالتة ومهمة أن هذا الخطاب يقوم على فكرة قدرة هؤلاء الوكلاء في الداخل على أن هم يستخدموا هذا الخطاب ويتم إعادة تدويره وبثه مرة أخرى إلى القطاع الأعظم من المواطنين وده بيعمل نوع من أنواع الديماجوجية الشديدة جدا لما تيجي تبصي للمواطن اللي بيتلقى هذه الأفكار الدسمة جدا اللي بيتم طرحها ويقوم هو بكتابة منشور أو كتابة تغريدة أو هو بيكون مغيب بفعل ما تم بسه أو تدويره في عقله طول الفترة اللي فات وبالتالي ده قوام الخطاب الإعلامي اللي هم بيستخدموه بيهدف من كل ده في النهاية إلى إحداث الفوضى أنه خطاب فوضوي خطاب يهدف إلى إحداث الفوضى استغلالا لأي ظرف من الظروف اللي بيتصور أن هي مناسبة الدولة المصرية قدرت تواجه ده الحقيقة بالعديد من الخطوات العملية جدا وأنا بسميها سياسة الرد على الأرض ممكن أن نجاوب عن نوطة دي بعد ما نشوف كده بعض الأراء في الشرع المصري ونرجع تاني لحضرتك؟ طبعا يا فلن الحروب دلوقتي الحديثة إلى الشائعات لازم نواجهها بكل يعني صبل أول حاجة مش أي حاجة أنا أخدها مش عيارها أي حاجة تجي لي لأ أنا باعتمد أصلا كمواطن أنا مصري على مركز ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء لأن ده شغال 24 ساعة بيقول الحقيقة كلها فما باخدش أي حاجة وأقول عليها والله أنا أي أشعة يعني بسمعها أول حاجة بفكر فيها كده يعني بشوفها هل مكنعة ولا مش مكنعة لأن في حاجات بتبقى مكنعة وحاجات لا بس في حاجات بتبقى شبيهها الواقع حاصل فممكن أقتنع بيها لكن حاجة يعني لا يمكن تصورها أبدا أو اللي بيتكلمها أنا مش مقتنعة بيه يعني بحس إن دوت مثلا إيه إنه عايز يعمل بلبلة في البلد بيبان من كلامه ومن أسلوبه وكده وفيه يعني آه ممكن أقتنع أو ما اقتنعش حسب دماغي وحسب اللي قدامي حسب الشخص اللي قدامي أي إشعة مثلا لو إشعة عامة يعني مش إشعة بين أصدقاء أو حاجة ممكن نتأكد عن طريق السوشيال ميديا آه مثلا من جوجل أو يعني مثلا لو فيه مثلا مطر هتمطر أو حاجة نقدر مثلا نتأكد من عن طريق التقس اليوم اللي هو على جوجل أو اللي هو على التليفون نتأكد من المصدر اللي إحنا هناخده منه المعلومة مش سيء مثلا حد ييجي قولي معلومة حاصل كذا 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 أو ما أنا واخد المصدر من الشخص ده وقوم بقى أنا عامل لي إشعاعات وقوم بقى أنا عامل لي انتشار بقى مع زميلي أو مع قريبي أو مع الناس اللي أنا عارفهم عموما الإشعاعات لما بيجي لي ما بصدقش أي حاجة بفتح المواقع الأول لتحقق منها أو مثلا القنوات اللي على التلفاز أو السوشيال ميديا فيس أو جوجل أول ما يحصل إشعاة المفروض الإعلام بيقوم بقى بدوره وبيبنعها بيطلع ناس يكذب الإشعاع ديه عشان الناس يبقى عندها وعي من الأول يعني يعني ما نسبش الإشعاع الغالت ما تتضاقم وخلاص وتبقى بفكر الناس يعني فئات عمرية مختلفة وده رأيوهم في قضية الإشعاعات وفي نفس الوقت حضرتك كنت بتتكلم وعايزين نستفيد في فكرة مصر عملت إيه عشان نقدر أن احنا يعني الشعب المصري ربنا رزقوا بالوعي الفطري بس برضو فكرة أن احنا منصقش وراء معلومة مغلوطة لأن معظم الشائعات هي ليه علاقة بحياتنا المعيشية بالضبط طب أكمل نقطة مهمة جدا فيما يخص الصعيد كمان هو ليه مستهدف الصعيد كمان لأنه هو الحلقة الواصلة بين الدولة المركزية المصرية وبين قارتها الأم القارة الأفريقية هو من مصلحته الخلق الموقع الجغرافي يعني نقطة عزل طبعا نقطة عزل مستمرة للدولة المصرية عن حضنها الأفريقية لأن دي الدائرة الأفريقية من أهم الدوائر الأمن القوم المصري هنيجي الدولة المصرية واجهة ده إزاي في لحظة من اللحظات الدولة المصرية كانت تعاني من بتر الزراحة الإعلامي بالكامل مصر فلت في الفترة من 2011 إلى 2014 تعاني من غياب إعلام وطني يتفهم حقيقة ما ينبغي أن يكون به من دور في توجيه الوعي العام للمصريين وشرح الأمور بالصورة الرشيدة والعقلانية التي تمكن المواطن المصري من فهم السياق الأحداث التي تحدث حوالها وده لازم يتم من خلال ربط الأحداث كلها زي اللي احنا بتدينا نعمله النهاردة خلينا نقول أن الدولة المصرية من 2014 لغاية النهاردة نجحت أن هي تكون ظهير إعلامي قوي هذا الظهير يستطيع الزود عن هذه الدولة يستطيع حماية هذه الدولة يتصدى لهذه المؤامرات المستمرة الموجهة تجاه عقل المصريين بهدف السيطرة عليه ثم إدارته على حكس الأهداف الوطنية والمصلحة القومية للدولة المصرية بس في رأي ممكن يقولك تاني احنا ليه بنقف عند نقطة رد الفعل ليه ما يكونش فيه توعية شاملة لعقل المواطن عشان يقدر أنه هو يكون نفسه السلاح اللي بيتصدى للإشاعات ما يكونش هو مجرد رد فعل بيتوجه له ده غلط وده صح ما هو ده اللي احنا بنقوله أن الدولة المصرية ردت إزاي الدولة المصرية ردت من خلال مجموعة من الخطوات الخطوة الأولى كانت أنها توجد لنفسها الزراع الإعلامي اللي ما كانتش لقياه اللي ما قدرتش مؤسسات الدولة المصرية العميقة تستند عليه في أحداث 2011 ومتلاها من تدعيات أدت بنا اللي نحن مرينا بأسوأ سنتين في تاريخ كمورية مصر العربية الخطوة التانية أن الدولة المصرية ابتدت تهتم جدا ببناء الإنسان مش بنتكلم على بناء الإنسان في مكون بيتشكل وإحنا مش واخدين بالنا منه هذا مكون معني بالأمن الثقافي والأمن الحضاري إزاي نقدر نرجع للمواطن المصري ده تمسكه تاني بهويته تمسكه تاني بحضارته تمسكه تاني بالأصول المصرية العريقة وإبراز النمازج النجحة للتصدي لفكرة الترندات اللي بيتم فرضها على ثقافة المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن ثم الرغبة في تشويه صورة الزوق العام المصري الزوق العام المصري مستهدف فدي خطوة تانية الدولة المصرية ابتدت تنهجها وابتدت تروح من خلال افتتاح المشروعات القومية الكبرى من خلال الافتتاحات الكبرى للأحداث الفرعونية القديمة والحديثة من خلال الكشف عن الأصول المتعلقة بالهوية والحضارة المصرية واستمرار الحديث عنها دي كلها أمور الدراما كلها أمور بالضبط الدراما الدراما دي جزء ثالث جزء ثالث اللي هكلم عنه بس أنا في الثقافة إن إحنا إزاي بنحاول نستخدم حضارتنا إن إحنا نعمل هذا المكون المكون الثالث المهم إن إحنا هتمينا بالدراما والدراما ده مكون مؤثر جدا في العاطفة وفي الوجدان الشعبي بحيث أن أنا أقدر أخلق توجه عام في الوعي العام الشعبي بخطورة ممرة من أحداث وتصحيح الصورة الزهنية لبعض المؤسسات والقطاعات التي تم تشويها عبر هذه الحملة الممنهجة من الشائعات التي استهدفت قطاعات أمنية بعينها في الدولة المصرية في لحظة من اللحظات الأمر الأخير اللي الدولة اتجهت لي وأنا شايف أن هي معركة شديدة الأهمية التعليم التعليم الحقيقة محتاج إلى نوع من أنواع التطوير اللي احنا بنسمعه ده من السادة المواطنين المصريين الأجلاء محتاجين أكتر محتاجين مواطن مصري السيبراني قادر على التفاعل مع الأحداث العالمية وفقا لوطيرة الأحداث وتصرحها بدلا من أن يكون مواطنا سيبرانيا سلبيا نكون إيجابيين في التعامل مع العالم مناسبة التعليم يمكن من معظم الشائعات اللي بتحصل هي لها علاقة بالتعليم خلونا كده نشوف مع الأستاذ أحمد ومع حضراتكم مشاهدينا أبرز الإشاعات الأخيرة اللي نافتها الحكومة ونرجع تاني لحضراتكم اشتركوا في القناة شائعات حيوية معيشية ليها علاقة بالمواطن المصري في حياته والتعليم أخير من حضر ست شائعات احنا اتفرجنا عليهم من خلال العرض القايم اللي عراضيته قناة إكسرا نيوز عبر الإنفو جراف اللي احنا شفناه خلينا نقف على أن من ست شائعات دول فيه خمس شائعات يتعلقوا بقطاعات في منتهى الحقيقية لحياة كل مصري بكل يوم الصحة، التعليم، النقل، التموين القطاعات دي قطاعات في غاية الأهمية في غاية الاهتمام من قبل المواطن المصري بتؤثر على حياة ومعيشة المصريين شائعة واحدة بس استهدفت الدولة المصرية ككل وضرب فكرة مشروع حياة كريمة من خلال الحديث على مشروع اللي هو ردم الترع أو إعادة تبطين الترع مرة أخرى ده بيتعلق بالصورة اللي هو عايز يوصل لها هو بيوصل من خلال مجموعة من الشائعات الفرعية المتعلقة بالحياة اليومية للمصريين إلى هدف الإثارة إلى هدف الحجر وصولا بهم في لحظة محيانة يحاول يسوقهم ناحية استهداف المشروعات الكبرى اللي الدولة المصرية بتبقى عايزة تحققها الحقيقة أنه هيفضل السلاح القوي عند المصريين هو الوعي الكبير جدا اللي حضرتك تكلمت عليه عند الشعب المصري الوعي الفطري عند الشعب المصري إلى جانب ما يبزله السيد رئيس من جهود مع الحكومة برئاسة الدكتور مهندس مصافي مدبولي دولة رئيس الوزراء من أجل توضيح السورة المستمرة للمصريين عبر المشروعات القومية اللي بيتم افتتاحها في كافة ربوع الدولة مصرية والتأكيد في كل افتتاح على قيمة هذه المشروعات من أجل تنمية الدولة مصرية في المستقبل وخطة الدولة مصرية المصري لازم يستوعبون أن هذه الدولة تتجه إلى الاستثمار في البشر ومن أجل الاستثمار في البشر هي تقوم بتهيئة الأجواء والبنية الأساسية اللازمة من أجل أن يتمتع هذا المواطن بحقوقه كاملة في المرحلة القادمة الكاتب الصحفي العزيز الأستاذ أحمد نجي أمحى طبعا رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وشكرا موصور لحضراتكم مشاهدين الكرام في متابعة حلقة النهاردة من برنامجكم الحقيقة تقبل وتحيات فريق العمل وتحيات أيا عبد الرحمن أشوفكم على خير بكرة بإذن الله